السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة السريعة سنقدم لكم طريقة إلغاء الانترنت إكسبلوري الكثير مننا يعاني من الانترنت إكسبلوري مثل الذين يتبعون نظام ويندوز 7 فإنه يكون في تحديث قديم جدا أنا أنصح الذين يتبعون التحديث بشكل دائم أنصحهم بالانترنت إكسبلوري 11 فهي جيدة نوعا ما لكن هناك من يفضل متصفحات أخرى ولا يحب الانترنت إكسبلوري باتيجن لذلك سأريكم الآن الطريقة لإلغائها تابعوا معي ولكن أولا قبل كل شيء أدعوكم إلى الإعجاب بصفحتي على الفيسبوك وأيضا الالتحاق لقناتي على اليوتيوب والآن نشرح في الشرح سنذهب أنا أستعمل ويندوز 8 فصل 1 لذلك سنذهب إلى الشرح الويندوز تقطة يمين ثم 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 نذهب إلى ثم الآن نبحث عن الانترنت إكسبلوري كما ترون هذه الانترنت إكسبلوري 11 ثم نزيل السهم عليها ثم نضغط يس ثم نضغط أوك ثم نضغط أوك ثم ثم سيطلبون مننا إعادة تشغيل الحاسوب سأعود تشغيل الحاسوب الآن أصدقائي وبعد إغلاق الحاسوب وإعادة تشغيله كملاحظة فإن الويندوز سيقوم ببعض العمليات عند الإغلاق وعند الإشتغال ستأخذونه عن ما عشر دقاءة كما تلاحظون هنا لقد تم إلغاء الانترنت اكسبلوري وأنا أتعمد قول إلغاء لأنه بسفة عامة يمكنك أن تسترجع الانترنت اكسبلوري بنفس الخطوات تدخل هكذا لأنه إذا قلنا نحتف فلا يمكنك أن ترجع أبدا لهذا فأنا أقول إلغاء إذا أردت سترجعها سترجع على علامة ثم أوكي ثم جاءت تشغيل الحسوب تونيج أجملنا من صبيب القلب أنت واجبكم الحلقة ولا شنسوا أن تبدو عجابكم بالفيديو وتعليق تحفيزي